كنت هدفي أعرف هو طب الشرعي ده عبارة عن إيه الإبداع الخطير في الطب الشرعي إنه بيقولك اللي حصل في القضية وكأن الطبيب كان معه الجاني أتلوا إزاي؟ أتلوا من أني مسافة؟ واقف ولا قاعد؟ توفى هنا ولا توفى في مكان تاني؟ توفى بإيه بالضبط؟ بيديك تقرير كامل هو إيه اللي حصل فالمعمل الجنائي مع الطب الشرعي مع طبعا خبرة رجال الأمن وخبرة الجال مباحث والشهود وإزاي أخذ أقوال الشهود وحللها كل ده في الآخر بيحل القضية أغرب القضايا اللي وانت شغال عليها كنت شايف إنه القضية دي معقدة جدا القضية دي صعبة القرأين اللي موجودة فيها مش متفقة مع بعض أو يمكن حتى أحيانا تبقى بتشتغل على القضية والحكم صدر لكن بدايات القضية ما كنتش تقول إنه ده هيبقى الجاني آه يعني فيه قضية كتير يعني فيه قضية قريبة آه هي قضية غريبة فيها نعم الانتقام غريب قوي كان آه قضية كانت في واحدة من القرى المصرية يعني واحدة شكت في جزها مجرد شك بس مش أكتر قعدت تسمي فيه ست شهور تحط له سم ست شهور سم وبعد ما تسم خلاص خلاص بقى خلاص بيه يعني هو بيموت حطت له أزايز ملوتوف وفجرت الأوضة بيه طب ما أنت يعني ليه عملت ده كله لما تسأليها هي شكت فيه بس عندك دليل ده خالص شكت فيه بس قعدت تخطط كده ليه ملهاش رد ملهاش رد معظم قضايا قتل الأطفال ملهاش رد يعني لم تقعد لما تسمع اعترافات المتهم أو المتهمة ما فيش حاجة تخليك أنت كبني آدم تتصرف كده مش طبيعي إنه ده يعني القاتل هنا يبقى مريض نفسي هل ده بيكون مبرر لكل الجرائب؟ لا 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 مش مريض نفسي هو نتاج حقد نتاج جل نتاج ثقافة شعبية عندهم خطئة طبعا نتاج انتقام مرضي مش مرض نفسي أصل المرض النفسي وكلا احنا دلوقتي بقينا بنتكلم على أنه زي نربي الولاد تربية نفسية سليمة طبعا مش في كل المجتمعات لأنه دي رفاهية مش كل الناس تقدر عليها لكن الاهتمام من نفسية الولاد من هما صغيرين أعتقد أن ده ممكن يحدث فارق برضو بس لا لو أنت مربي ابنك من هو طفل صغير على أنه عارف الصحة من الغلط عارف الحلال من الحرام عارف أنه إزاي ما يقزيش حد عارف أنه إزاي ما يسمحش لنفسه أن ياخد حاجة حد مش هيرتكب كده إنما معظم الجرائب لما تيجي أما جرجع بالبروفايل بتاع الشخص ده قديم كان عبارة عن إيه هتلاقي عنده تفكك أسري هتلاقي عنده البيت ما كانش متزن خالص كان فيه انفصال بس فيه انفصال من أب وأم بس العلاقة قويسة وجيدة لا ده انفصال بعنف بقضايا بكوارث فاللي بنعمله فأولادنا هم صغيرين بيتأثروا بيه وبيطلع عليه يعني التوربيني قصته أو بدايته أنه تم الاعتداء عليه هو وهو عنده 12 سنة من واحد اسمه التوربيني فلما هو كبر سمى نفسه التوربيني وانتقم نفس الانتقام بالزبط من الأطفال دي طب زنبهم إيه ما في السبب لا وفئة أطفال الشوارع يعني فئة هي أصلا متبهدلة بما فيه الكفاية طبعا يعني جرائم بالشكل ده فيهم بعد القضية دي المنظور ده اختلف تماما في فكرة أطفال الشوارع إنه لأكم بلا موقوطة وكانت لازم تتحل فالتوربيني ده قضية نورت الحتة دي جد واعتقد حالين حتى ما بنسمعش النوع ده من يعني القضايا خلاص يعني اختفت